تتضح ملامح زيارة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي إلى واشنطن والتي وصفت بالتاريخية كونها أول الزيارات الخارجية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد وفي مؤتمر صحفي مشترك أن أوكرانيا ليست وحدها في المعركة واعدا بمزيد من الدعم لقوات كييف سنواصل تعزيز قدرة أوكرانيا خاصة في مجال الدفاع الجوي ولذلك سنوفر لأوكرانيا بطاريات صواريخ باتريوت دعم رحب به الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي لكنه في الوقت ذاته أكد غير مرة أنه ليس صدقة أمريكية على بلاده وإنما استثمار تدعو له الحاجة لحفظ الأمن العالمي والحفاظ على الديمقراطية مطالبا أمام الكونغريس بالمزيد من الدعم العسكري بالأسلحة الثقيلة أموالكم ليست صدقة إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية التي نتعامل معها بأكثر الطرق مسؤولية جو بايدن طمأن ضيفه الأوكراني على تماسك حلف شمال الأطلسيناتو ووحدة الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية كانت سببا في تعزيز هذا التكتل والوحدة إنني لست قلقا بتاتا بشأن صلابة الحلف وأشعر بالرضا حيال التضامن والدعم الأوكراني الحديث عن إنهاء الصراع الروسي الأوكراني كان مطروحا خاصة مع تأكيد بايدن أن واشنطن تسعى إلى السلام العادل في الصراع طرح لم يؤيده زيلنسكي مستبعدا التوصل إلى تسوية إلا إذا حفظت الحقوق الأوكرانية كاملة غير منقوصة السلام العادل سيعني عدم المساومة فيما يتعلق بسيادة أوكرانيا وحريتها وسلامة أراضيها وسيشمل أيضا التعويض عن جميع الأضرار التي ألحقها العدوان الروسي وما بين الدعم المتواصل لكييف واستمرار العملية العسكرية الروسية تزداد الأزمة تعقيدا في ظل غياب للمبادرات الدولية الساعية للجلوس على طاولة الحوار ووضع حد للصراع ترجمة نانسي قنقر